السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا الصفحة خمسة وخمسون من درس الزوايا منصف الزاوية تمرين رقم ستة ارف انقلوا الشكل المرسوم بحيث اكس اجراج مستقيم يعني فهذا هو الشكل مرسوم وهذا هو المستقيم اكس اجراج والزاوية اكس او دبل في قياسها يساوي اتنان وخمسون درجة دان فهدي الزاوية اكس او دبل في قياس ديالك يسوي اتنان وخمسونة درجة. ونسخ المستقيم او بتي. وهو منصف الزاوية او او اول اكس او ودبل في. دان فهذه هو او تي. ومنصف هذه الزاوية اكس او دبلadel في. ولدينا كذلك او زاد هذا هو المستقيم او زاد عمودي على المساقيم. هلنا السؤال بأحدد قياسات الزاوية. اكس او تي. هذا وتي او دبل في. اذا هات الزاوية وهات الزاوية. وزيد او تي. زيد او تي. ويجراج او زيد. هنا اجراج او زيد هات الزاوية. كذلك زاوية زيد او دبل في. والزاوية ايجراج او دبل في. دان نحسب اولا قياس الزاويتين اكس او تي وتي او دبل في. دان في هات الزاويتين بما ان لدينا اكس او دبل في. زاوية قياس ويدنا لخمسون درجة. هو او تي هو اه منصف هاد الزاوية. دان فاقسم لنا هات الزاوية على اتنين. هي غيرطينا زاويتين متقيستين وهما اكس او تي وتي او ايجراج. دان نكتب اه زاوية اكس او تي تساوي قياس زاوية تي او خيك ساوي اتنين وخمسون مقصوم على اتنين. دان فا هات الزاويتين قياس هما هو ستة وعشرون درجة. ثم قياس الزاوية زيد او تي. دان بما انا انا او زيد عمودي على او تي اذا فا قياس هات الزاوية يساوي تسعون درجة. ونكتب بما انا او زيد عمودي على او تي فانا قياس زاوية افعا زاوية زيد او تي هو تسعون درجة. ثم زاوية اغياج او زيد. هات الزاوية اغياج او زيد. هات الزاوية. فهي كتساوي مئة وتبع انو درجة. قياس هات الزاوية المستقيمية. نقسم انه قياس هات الزاوية زيد او هو تسعون درجة ثم نقص منه قياس هات الزاوية تي او ايكس هي اه ستة وعشرون درجة. دل نكتب غيق او زاد ساوي مئة وتمانون ناقص تسعون زائد ستة وعشرون يساوي اربعة وستون درجة ثم الزاوية اغاغ او اغاغ افون اغاغ او دبل في هات الزاوية اغاغ او دبل في هات الزاوية فيكada teq eyes 1008 درجات قياس هات الزاوية هي مستقيمية قياس مئة وتمانون درجة دل نقص منه قياس الزاوية يك اس او دبل في اللي قياس ديلها كتب غدين وخمسون درجة ونكتب اغاغ او دبل في تساوي مئة وتمانون درجة ناقص اتنان وخمسون وتساوي مئة وتمانية وعشرون درجة. ثم الاجابة عن السؤال جيم ماذا يمكنك ان تقول عن نصف المستقيم او زيت. هذا هو نصف المستقيم او زيت. اذا لاحظنا فقياس هات زاوية اغراج او زيت كيساوي تسعون درجة ناقص ستا وعشرون وكيساوي اربعة ستون درجة. كذلك وجدنا قياس هات زاوية اغراج او زيت كيساوي اربعة ستون درجة. اذا فهات زاويتين متقاييستين. وبالتالي فانها قد نستنتج ان المستقيم او زيت وهو منصف الزاوية اغراج او دبل في. ونكتب من خلال ما وجدناه زيد او دبل في تقعيز زاوية اجراج او زيد. عفوا تساوي اربعة وستونة درجة. اذا فمنصف المستقيم او زيد هو منصف عفوا فنصف المستقيم او زيد هو منصف الزاوية اجراج او دبل في. اذا فهد نصف المستقيم فقد قسمها هاد الزاوية الى زاويتين متقيستين وهما اجراج او زيد و او زيد او دبل في. دل احدد زاويتين متكاملتين واخريين متتامتين. الزاويتين المتكاملتين ومجموعة قياسة ما يساوي من او ثمانون درجة. دل نحدد زاويتين متكاملتين. ناخد مثلا الزاوية ايغراج او دبل في والزاوية دبل في او اكس. دل نكتب ايغراج او دبل في و دبل في او تي. افوا دبل في او اكس. ثم زاويتين متتامتين وهما مجموعة قياسة ما يساوي تسعون درجة. كذلك نحدد هاد الزاويتين. نفهمها. زيد او او دبل في او تي. ثم نمر للتمرين سبعة. ارسم زاويتين اكس اي زد. وا ا او بي بحيط ا او بي ساوي مئة وعشرون درجة. وا اكس اي زد ساوي اربعون درجة. ثم ارسمه منصف كل واحدة منهما. اذا نرسم الزاوية او بي قياسة مئة وعشرون درجة. اول حاجة قياس الزاوية اه اللي هو مئة وعشرون درجة. ناخد المنقلة. نوضع قياس السفر عند الضلع او مطابق للدلع ومركز المنقلة على الرأس او. ثم احدد مئة وعشرون درجة. ندي هنا الصفر عشر عشر عشرون تلاتون اربعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون مئة مئة وعشرة مئة وعشرون. ان هذا هو قياس مئة وعشرون درجة. نحدد بوحد النقطة. ثم نصيل بخط ما بين الرأس ما بين هاد النقطة. هنا تكون ندي نقطاها. هنا نقطة بي. دان في هاد الزاوية قياسها هو مئة وعشرون درجة. ثم نرسم منصف هاد الزاوية. دان فقد ناخد البركار وخد على قياس اه او الفتحة على وحد القياس. نجي لعند الرأس اللي هو او. نحدد وحد نصف قوس هنا. فدلك هنا. دان بك القاتل. نضي لعي هاد الزاوية. ثم نمشي لعند هاد النقطة اللي انا حددتهم. نوضع آآ البركار. يا اما نخلي نفس الفتحة اولا نغيرها. اذا غيرتها نخليها. ما بقاش نغيرها مرة اخرى. نوضع. نتحدد وحد القوس. ونجي لعند النقطة الاخرى. نحدد كذلك القوس. دان فتقاطع هاد القوسين هو اللي يحدد لي النقطة اللي غدي مر منها منصف هاد الزاوية. ثم نصل ما بين هاد النقطة وما بين رأس هاد الزاوية. دان فهذا هو المنصف. دان فصبح عندي هاد الزاوية. تقايس هاد الزاوية. ثم الزاوية. اكس اي زاد قياسها اربعون درجة. دان كذلك نحدد هاد نضع نقطة اي زاد الزاوية. ثم ناخد قياس اربعون درجة. نفس طريقة نحض المنقلة نوضع الرأس او مركز المنقلة على رأس الزاوية. ودرجة الصفر. او قياس درجة صفر. نطبق مع الضلح اكس اي. ثم نحدد اربعون درجة. لدينا الصفر. عشرة يشون تلاتون اربعون. وحدد هاد النقطة. تحدد لي قياس اربعون درجة. ثم نصل بخط ما بين هاد النقطة وما بين رأس الزاوية. دان فهادي هالنقطة زاد. ثم آآ بنفس طريقة ننشأ منصف هاد الزاوية. دان بواسط البركار نحدد نقطتين. ثم من خلال هاد النقطتين. ونحدد نقطة. نقطة اللي غاد يمر لي منها. هاد المنصف. دان فهادي نقطة. غاملها المنصف. ثم نصل بينها وبين رأس الزاوية. دان فهادي هاد الزاوية. او قياس هاد الزاوية. هاد الزاوية. ثم تمريد تمانية. دان بعد سؤال الاف ننشأه الزاوية اكس او ايج غير قياسها خمسة وتمانونة درجة. ثم منصفها او بي باستعمال المزوات. دان اول حاجة هاد نشأه اكس او 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 اكس. دان نختار نقطة اكس. فنقطة او. ثم نحدد قياس الزاوية خمسة وتمانون درجة. ثم نحدد خمسة وتمانونة درجة. دائما سفر درجة على الضلح اكس او و مركز المنقل على الرأس. ثم عشرة عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون تمانون خمسة وتمانون. اذا هادا هو قياس الزاوية خمسة وتمانون. ثم نصل بخط. دان نقطنا خمسة وتمانون درجة. ثم نحدده بواسط المزوات فقط. انا ماشي مطلب بنا بواسطة البيركارة باش نحدده ومنصف هاد الزاوية او في ادن. لصف الزاوية وهو خمسة وتمانون نقصم على اتنان سوى اتنان واربعون فاصلة خمسة. ادن. نحدد هاد القياس لان اربعون خمسة واربعون اتنان واحد اتنين واربعون فاصلة خمسة. عفوا هنا ادنا اربعون. هذه خمسة واربعون. ادن هناخد اربعون واحد اتنان واربعون وهذا هنا اتنان واربعون فنصل لخمسة. ثم بواسط المزوات منشق منصف هاد الزاوية. وفي. ثم با انت اقو باستماع البركار والمسطرة منصف اه المنصف او تي لزاوية في او ايقراج. لان هنا نقطة ايقراج. فالمطلوب هو منصف هاد الزاوية. لان منصف هاد الزاوية بواسط البركار والمسطرة. لان دائما بتعمل البركار نجلع عند الرأس. الزاوية الوضع. نغير ما نبدل اه القياس اللي هو عليه فتحة فتحة البركار. نحدد هاد القوسين اللي تقاطع ديالهم. ما بين قضل عنك نحدد ليها نقطتين ثم نمشي لعداد نقطتين. يا اما نغير هاد الفتحة على قيص اخر ولا نخليها نفسها. المهم اللي اذا غيرتها في هاد المرحلة. ما نبقاش نغيرها. من غد نجي لعد النقطة كذلك. نحدد هاد القوس. نجي كذلك لعد النقطة ونحدد هاد القوس. لقد عدد القوسين. يحدد لنا المنتصف او تي. ثم نصل. بخط او بمستقيم. بين هاد النقطتين. هاد هو المنصف. ونختار هاد النقطة هي تي. ثم السؤال جي. احسبو قياس الزاوية اكس او تي بالدرجات. هاد الف الزاوية. اكس او تي هي هاد الزاوية. هاد كما كنا لاحظوا. فهاد الزاوية قياسها هو خمسة وتمانون درجة. ناقص قياس هاد الزاوية. اذا فهاد الزاوية قياسها هو اه كما هذا وجدنا هو اتنين واربعون فاصلة خمسة. مقسوم على اثنان وهو واحد وعشرون فاصلة خمسة وعشرون. اذا نضع قياس الزاوية تي او اكس نساوي اثنان واربعون فاصلة خمسة. مقسوم على اثنان. نساوي واحد وعشرون فاصلة خمسة وعشرون درجة. نلف قياس هاد الزاوية اكس او تي. اكس او تي. كي ساوي قياس. قياس الزاوية اكس او اي اكس او اي ناقص تي او اي. عفوا انا هدنا اجراج اجراج هنا. كذلك ان عدنا اجراج. اذا في هاد الزاوية هي تي او ايجراج. نا تي او ايجراج اللي هي هادي. قياسها كي ساوي اثنان واربعون فاصل خمسة. مقسوم علي اثنان ويساوي واحد وعشرون فاصلة خمسة وعشرون. قلنا انها زاوية اكس او تي قياسها كي ساوي قياس الزاوية او عفوا اكس او ايجراج ونقص منه هاد آآ قياس هاد الزاوية اللي هو التي او ايجراج. ذلك تساوي خمسة وتمانون درجة ناقص خمسة وعشرون عفوا واحد وعشرون فاصلة خمسة وعشرون. ننفذ قياس الزاوية اكس او تي نساوي تلاتة وستون فاصلة خمسة وسبعون درجة. ثم تمرين خمتسعة الف انقل الشكل ثم نرسم منصف الزاوية ا او بي. بعد نقل هاد الشكل نرسموه منصف الزاوية ا او بي. هذه الزاوية ا او بي. دائما بواسطة البركار كنا نرسموه منصف الزاوية. ده ناخد البركار ونحدد قوس الاول القوس التاني. ثم من عند هاد قوسين اللي كي حددوليها نقطتين لتقاطع ضلعين مهاد القوسين. ونحدد كذلك اه واحد القوسين لتقاطع ديالهم كاعدة ديال. نقدر منه منصف الزاوية. ندين انسل خط بخط هاد نقطة ورأس هاد الزاوية اللي هو او. ضاو هذا هو منصف الزاوية. ثم سؤال بعد ماذا يمكن أن نقول عند زاويتين ا او بي. زاوية ا او بي و اه اي او جي. اذا راحنا. فهات الزاويتين تشتركا في الرأس. اذا لهم نفس الرأس. كذلك متقابلتان. تحقق هل هما متقيستين. ننفع هات الزاوية ليا ا او بي قياسها تسعون درجة. فكذلك هات الزاوية وهي جي او اي قياسها تسعون درجة. اذا فهما متقيستان او لهما نفس قياس الزاوية. اذا نكتب الزاويتان ا او بي و اي او جي. لهما نفس الرأس. متقابلتان ولهما نفس القياس. ثم جي. افوا قبل جي. وانا كذلك وبنسبة لي اي او جي. هات زاوية اي. وانا اي او جي هات زاوية. و و او جي. ننفع هات زاوية او جي و اي او جي. اذا نحن فمجموع قياس ما يساوي او تمانون درجة. فهما زاوية متكاملتين. ونكتب الزاوية اي او جي و او جي زاوية متكاملتين. لماذا? لان مجموع قياس ما يساوي او تمانون درجة. ثم اتحقق من ان الزاوية اي 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 او جي بي متكاملتين. لن نوصلت الملقلة. لن تحقق من قياس هات الزاوية او جي هات زاوية او جي هßه هي او جي فعلا. هات الزاوية. هاي اسوها هو. هنو اخط مصدارة. عندي عشرة يشون ثلاثون اربعون خمسة واربعون خمسة واربعون درجة ثم الزاوية ا اي بي كدلك نقص هذه الزاوية قياسها كذلك اربعون خمسة واربعون اذا فقياسها كساوي خمسة واربعون درجة اذا فهاد زاوية اي بي خمسة واربعون درجة كذلك زاوية اي بي خمسة واربعون درجة كذلك اذا لحظنا فعندهم نفس القوس اللي كي جمع بناتهم في هاد الزاوية عند هاد القوس كذلك هاد الزاوية عندها نفس القوس وبمعنى اصح فما يحصران نفس القوس اللي هو ا بي نكتب زاويتين اي بي وا جي بي لهما نفس القياس فالملاحظ هو بان زاويتين بدائرة يحصران نفس القوس فهما متقاييساتان تمني رقم عشرة ارسم المعين والمستطيل على تربيع الدفتري ثم الزاوية الي جي فالمعين اذا زاوية الي جي دان غنرسمه منصف هاد الزاوية با انشي او منصف الزاوية اف او ااش اف او ااش اذا منصف هاد الزاوية في المستطيل ابن جيم في اي في اي من الشكلين يكون هذا المنصف محوار له. لن نرسم اول حاجة من السفر الزاويتين. دائما موسيقى البركار. تحدد هاد القوس ثم القوس ثاني. نحدد نقطة غير مره منها ومنصف هاد الزاوية. ننفيدها هو منصف الزاوية. ثم منصف زاوية اف او اش. نبدد هاد القوس ثم منصف طريقة نحدد منصف هاد الزاوية. ننفيد النقطة هي غير مره منها منصف هاد الزاوية. ننفيدها هو المنصف. بالنسبة الاجابة عن سؤال جيم في اي من الشكلين يكون هاد المنصف محور تماثلة. ننفي الشكل اه المعين. ننفيد منصف الزاوية فهو في نفس الوقت محور تماثل هاد المعين. ثم التمرير رقم 11 عشر. جبسرو الزاوية. او بيان لترو فگور هادما لترو فگور. نن. هاد شكل هاد شكل هاد شكل. هاد شكل. جو ديكال. جو ديكالق لس انجل 1, 2, 3 1, 2, 3 avec leur numéro respectif dans المطلوب أننا نلاحظو هذه الأشكال الثالثة ثم أعادة إنشاء أوراسم هذه الزاوية واحد الثالثة ثم أور جو كنسروي لبسيكتريس لسانجل 1, 2, 3 كجنوم R, X, F, Y P, Z المطلوب إنشاء البسيكتريس هو منصف الزاوية بالنسبة للزاوية واحدة واثنين وثلاثة بحيث منصف كل زاوية أو منصف الزاوية واحدة واثنين وثلاثة على التوالي هما R, X, F, Y, P, Z أي أنه منصف الزاوية واحد هو XR الزاوية اثنين هو نفسه منصف الزاوية وثلاثة منصف الزاوية فيتPS المطلوب إن شغيرت جنمت فخلظم الذي جنبني لستよね لدينا م unemployา لدينا زاوية ي الزاوية دان في نص هاد السؤال يقول قسمو منصف او نصف المستقيم اه تي بحيط اه يكون زاويتين زيد ايجراج هاد زيد ايجراج و ايجراج 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 اه تي زاويتين متكاملتين. اقياس هاد زاويتين قلنا هاد زاويتين وهذا. المجموع القياسة يكسوي مئة او تمانون درجة. متكاملتين منصف المجموعة يكسوي مئة او تمانون درجة. بذل في هاد زاوية اه زيد ا ايجراج و ايجراج ايجراج نحن عدم تكملون نشؤو آآ عاد بحيط تكون هاد زاوية قياسة مئة وتمانون درجة اي مجموعة الزاويتين المتكاملتين مئة وثمانونة درجة. ثم سي كو بتاندير دي زانجل اكس بي زاد اي زاد بي ايقراج. ننفع سؤال سي يقول ماذا يمكن نلقاول عنا الزاويتين اكس بي زاد اكس بي زاد. هاد الزاوية. اكس بي زاد. والزاوية زاد بي ايقراج. هاد الزاوية. زاد بي ايقراج. دان اول حاجة. بعد نسح هاد او انشاء هاد اه الاشكال ثلاثة بالدفتر. نقوم بانشاء منصفات هاد الزاوية. واحد واحد هو اكس اغ. دان نسطريقة. واسطة البركار. ننفع دين نقطة الغمر منها المنصف. ننفع ده هو نقطة اكس. ننفع دول منصف اغ اكس منصف زاوية واحد. ثم نفس الشيء بالنسبة منصف الزاوية اثنان هاد الزاوية. دائماً من فسطريقة. من هادين نقطة. ننفع منها المنصف هاد الزاوية. دوة اف ايجراج. ننخطيب النقطة هي ايجراج. ثم منصف الزاوية. تلاتة. دي الزاوية تلاتة. باي زاد. بالنسبة للزاوية تلاتة. دان فهي زاوية مستقيمة. قياسها مئة وتمانون درجة. دان باش غضي نسمو المنصف. دان فهذا هو رأس الزاوية. لما انها تساوي تمام مئة وتمانون درجة. فالنسبة هو تسعون درجة. اذا غضي نحدده. قياس تسعون درجة. نحدد النقطة. دان هاد هو باي زاد. دان فبنسبة. آآ لسؤال سي. آآ زاوية اكس باي زاد. اكس باي زاد. هي هاد الزاوية. ولساد هاد الزاوية. عفوا. دان زاد باي. ثم بالنسبة لآآ سؤال باي. آآ نسب المستقيم آآ تي. دان بآ بما انها زاويتين. المتكاملتين. يعني آآ مجموة ديانهم. كعطانها زاوية مستقيمية. هي مئة وتمانون درجة. دان فهاد النسب المستقيم هو هذا. آآ تي. ثم بنسبة السي. ماذا يمكن نقوم عن الزاويتين. اكس باي زاد اي زاد اي غريك. آآ دان فهم. نقول. آآ اكس باي زاد اي زاد باي غريك. دو انجل سيبليمونتر. دان فهم ما متكاملتين. اي مجموة قياس ما يساوي مئة وتمانون درجة.